سعيد بعودتي إليكم نتحدث عن قتل الكريبتونايت ونحن في درسنا الثاني في آخر الدرس السابق كأننا فتحنا علبة مليئة بالديدان من الأفضل أن أعود إليها يتحدث بولوس عن هذا الضعف هذا الكريبتونايت مع كنيسة كورينثوس وسأدخل إلى ما كان يقوله كورينثوس الأولى 11 على كل واحد أن يفحص نفسه وبعد ذلك يمكنه أن يأكل من الخبز ويشرب الكأس فمن يأكل الخبز ويشرب الكأس دون أن يهتم بالذين هم جسد الرب في ترجمة أخرى دون أن يميز جسد الرب فإنه يأكل ويشرب دينونة عليه يتحدث إلى الكنيسة أتفهمون هذا؟ هذه كنيسة كورينثوس أليس كذلك؟ ثم يقول لذلك بينكم كثيرون دعفاء ومرضى وكثيرون ماتوا ماتوا قبل الوقت هذا موضوع خطير وكما قلت في درسنا السابق نحن نتجنب هذا الأمر وهذا خطأ هذا موجود في الكتاب لسبب هذا في العهد الجديد لسبب دعوني أبدأ أولا بهذا يتحدث بولوس عن سلوك معين في كنيسة كورينثوس صحيح؟ لكن ما فعله الكثيرون هو أنهم حدوا من العواقب إلى مجرد سلوك معين بمعنى آخر هناك شيء أعمق بكثير من مجرد الشرب عصير العنب وأكل الخبز نتحدث عنه هنا إنه الأمر الموجود وراء ما نفعله ويساعد على التعرف على الكريبتونايت الروحي ما معنى كلمة ضعيف؟ ذكرت هذا بسرعة من قبل وسأكرره إنها الكلمة اليونانية التي لن أنطقها لأنني لا أريد أن يتضايق مني اليونانيون لكن معنى هو نقص القوة والصلابة أو أن تكون عاجزاً وخائراً حين تسمعون جملة كهذه تقول في نفسك أوه انتظر لحظة لهذا السبب يأتي قضاء الله كل هذا دعوني أوضح الأمر هل تتخيلون أن طبيباً شخصاً ورماً صغيراً في شخص ولا يريد أن يقول له خبراً سيئاً ففكر قائلاً سيفسد هذا الأمر يوم الرجل فبدلاً من أن يقول الطبيب هناك ورم صغير سنزيله بعملية بسيطة يقول أتعلم أنت بصحة جيدة يمكنك أن تستمتع بزوجتك وأطفالك واستمر في ممارسة الرياضة وكل طعاماً صحياً ماذا سيحدث بعد عامين؟ سيموت الرجل بسبب الورم الذي سيصبح لا علاج له هل هذه محبة أن يتجنب إخبار الرجل خبراً سيئاً؟ هكذا تصرف بولوس مع تلك الكنيسة أتفهمون؟ سأدخل في هذا الموضوع بعد قليل يقول هنا سبب الضعف الكريبتونايت تذكروا أن الكريبتونايت يضعف سوبرمان إنه يتحدث هنا عن ما يضعف الكنيسة كلها الملك داود دعوني أصل إلى ما نتحدث عنه هنا ما نتحدث عنه يضعى الخطية المعلنة هذا ما كان يفعله هؤلاء هل كانت مجرد شرب عصير العنب؟ هل هو التناول فقط؟ إنها الخطية المعلنة وسأتحدث عنها في هذا الدرس وفي التالي ذات مرة لم يتب داود عن خطية ارتكبها اسمعوا ما يقوله في مزمول 32 تبخرت قوتي كما تتبخر رطوبة النباتات في حر الصيف انظروا إلى هذه الكلمات اختفت قوتي في ترجمة The Message يقول كل سوائل حياتي جفت بسبب عدم مواجهة الخطية عصيان الله وفي مزمول 31 يقول داود همومي تنهى شقوتي ماذا فعل الكريبتونايت بسوبرمان؟ لقد نهى شقوته الخارقة للطبيعة أليس كذلك؟ إذن أريد أن أنبه بقوة على أمر هنا ومن المهم جدا أن تسمعوا ما سأقوله الآن بولوس لا يقول الكلام التالي هذا هو السبب في حدوث أي ضعف أو مرض أو موت مبكر بينكم لماذا لم يقل هذا؟ لأننا في عالم ساقط وهناك هجمات هناك مرضى وهناك من يموتون مبكرا وهناك من يمرون بصراعات بقدر قدرتهم ليس بسبب الخطية بل بسبب العالم الساقط والهجمات هل تتذكرون حين قال التلميذ ليسوع من الذي أخطأ؟ حتى ولده هذا الرجل أعمى أهو أم ولده؟ ماذا فعل يسوع؟ لقد أوقف بسرعة وبحسم هذا الفكر الرهيب الصادر من الرسل قال لم يولد أعمى بسبب خطيته أو خطية والديه بل لكي تظهر قوة الله في شفائه لكن من ناحية أخرى الرجل الذي ظل أعرج ثمانية وثلاثين عاما الذي شفاه يسوع عند بركة بيت حسدة ماذا قال له يسوع؟ قال ها إنك قد شفيت فكف عن الخطية حتى لا يصيبك ما هو أسوأ هذا هو الجانب الآخر هناك عواقب للخطية هل تتابعونني؟ حسناً أذكر في بداية إيماني في بداية الثمانينات كان هناك ذلك التعليم الرهيب منتشراً في بعض الدوائر يقول إنه إن كان لديك مشاكل في الحياة أو مرض أو ضعف فإن هناك خطية تخفيها في حياتي أقول لكم إن هذا يحزن قلب الله لا بد أن الله غاضب من هذا الكلام والقيادة الجيدة والتعليم الكتبي وضع حداً لهذا ما زال هناك البعض منه لذا أريد أن أؤكد على أن بولوس لم يقل إن هذا سبب أي مرض أو ضعف لكن لدينا حادثة يقول يسوع فيها إن أخطأت سيصيبك أسوأ ويقول بولوس نفس الشيء بمعنى آخر هذه الكنيسة تعاني من عواقب بسبب تصرفاتهم وهذا ما نريد أن نتحدث عنه وأريد أن أقول إن لم نتحدث عن هذا الأمر فنحن لا نحب بحق حسناً دعونا نعود إلى مثال الطبيب هل كان ذلك الطبيب مهتماً بالمريض اهتماماً حقيقياً إذ لم يخبره بما سيتسبب في موته هذه عدم محبة انظروا بولوس كان بولوس يحب كنيسة كورينثوس بشدة يقول في كورينثوس الثانية كتبت إليكم بقلب مليء بالانزعاج والعذاب وبدموع كثيرة لا لكي أحزنكم بل لتعرفوا عظم محبتي لكم فمن كتب هذا وقال بسبب هذا أنتم الآن تحت حكم الله هو من قال إنه يحبكم بشدة لماذا؟ لأن الله يحبهم لذلك حين تسمعوا كلمة حكم الله لا تفكر في الجحيم والنار الحكم هو قرار قرر الله أن يفعل شيئا وهو أن ينسحب من مكان ما يقول بولوس هذا لكنيسة كورينثوس قال فإني مستعد بكل سرور أن أنفق مالي ونفسي من أجلكم فهل تقل محبتكم لي بينما تزيد محبتي لكم؟ ما يقصده هو لأنني أحبكم وأقول لكم الحقيقة تظنون أنني لا أحبكم فلا تحبونني وتغضبون أنتم تفضلون المديح أذكر أنه في وقت ما في حياتي كنت معروفا بأنني أكثر شخص يحب الناس في الكنيسة كلها في منتصف الثمانينات كنت في كنيسة بها ثمانية ألاف عضو وكان فريقنا ثلاثمائة وقد وصل إلى أربعمائة وخمسين ذات مرة سمعت هذا من أعضاء الكنيسة جون بيفير أكثر شخص يحب الناس في الكنيسة وأعجبني ذلك وفي يوم كنت أصلي وقال الروح يقول الناس عنك إنك أكثر شخص يحب الناس في الكنيسة فقلت نعم تعرفون أنه حين يقول الروح شيئا كهذا تفهم أن الأمر لن ينتهي على خير حسنا يتحول إلى خير في النهاية أذكر أنني قلت نعم فقال في الحقيقة أنت لا تحبهم قلت ماذا؟ قال جون هل تريد أن تعرف لماذا تقول للناس كلاما جميلا حتى لو كان غير صحيح؟ قال لأنك تخشى أن يرفضوك من هو مركز محبتك؟ نفسك فقلت يا للهول قال إن كنت تحبهم كنت ستقول الحقيقة التي يحتاجون إليها بولوسف على ذلك وبعد ذلك تحولت إلى النقيد أصبحت شخصا قاسيا وصعبا واستمريت لسنوات وأذكر في عام 2001 أقمت مؤتمرا أوروبيا وقال أحدهم إنني أضرب الخراف وسمعتها من ثلاث قارات جون يضرب الخراف وتسبب هذا في إلغاء دعواتي لاجتماعات كبيرة وأذكر أن هذا جعلني أصلي كما لم أصلي من قبل فقلت يا رب ملأني بالحنان وأذكر أنني بعد سنوات ذهبت إلى كنيسة كنت قد غبت عنها خمس سنوات بعد حادثة 2001 وقال القصة يا جون رسالتك لم تتغير لكنك مفعم بالحنان وعندما كتبت هذا الكتاب أردت أن أتوقف حوالي ستة أو سبعة مرات لأن رسالته قوية لكن الروح القدسة كان في كل مرة يقول لا الكتاب يتحدث عن أمور فيا يا رب هذا قوي لكنني أدركت أنني إن كنت أحب الناس حقا يجب أن أكشف لهم الحقيقة كما فعل بولوس مع هذه الكنيسة يقول لكن على كل واحد أن يفحص نفسه ثم يأكل فمن يأكل الخبز ويشرب الكأس دون أن يهتم بأولئك الذين هم جسد الرب فإنه يأكل ويشرب دينونة عليه لذلك بينكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون قد ماتوا كان سيكون أسهل علينا في الاستيعاب إن قال بولوس لذلك بينكم البعض لكن بولوس يقول بينكم كثيرون حسناً هذا ما علينا إدراكه بولوس لا يتحدث إلى أفراد بل إلى الجسد ككل إلى تلك الكنيسة كنيسة كورينثوس حسناً لكي نفهم الأصحاح الحادي عشر يجب أن نعود إلى العاشر في الأصحاح العاشر تجد بولوس يقول حدثت لهم هذه أي لإسرائيل مثالاً لنا وكتبت من أجل تحذيرنا نحن الذين أدركتنا نهاية العصور إن بولوس لا يقدم درس تريف الأصحاح العاشر بل يعطينا مثالاً توضيحياً ليحذرنا في عصرنا حسناً يفتتح الأصحاح العاشر بقوله كانوا جميعاً جميعاً تحت السحابة أي روح الله وعبروا جميعاً البحر الأحمر وتعمدوا جميعاً وأكلوا جميعاً الطعام الروحي نفسه جميعهم صحيح؟ وشربوا جميعاً الشراب الروحي نفسه إذن التأكيد هنا على كلمة جميعهم إنه يشير إلى جسد واحد ثم يقول في كولينثوس الأولى الأصحاح العاشر فالرغيف الواحد من الخبز يعني أننا نحن الكثيرين يتحدث عن التناول مجدداً صحيح؟ الآن دعوني أقول التناول وقتها كان مختلفاً تناولنا عبارة عن مراسم ولكن وقتها كان وجبة فعلية فالرغيف الواحد من الخبز يعني أننا نحن الكثيرين نؤلف جسداً فكروا في بني إسرائيل ألم يوحدهم أكلهم ذبائح المذبح؟ إذن التأكيد كله هنا في عشر وإحدى عشر على الجسد الواحد حسناً الصورة الأكبر هنا هي أن كنيسة كولينثوس لم تفهم معنى جسد الرب أريد أن أقرأ هذا هل صدر الحكم بالضعف والمرض والموت قبل الأوان مباشرة على كل فرد من الذين كانوا يخطئون؟ أم أن جسد المسيح ككل في كورينثوس كان يعاني من هذه العواقب بسبب سلوك بعض أعضاء الجسد؟ هذا ما سنسأل فيه حسناً هذا سؤال صعب لكن عليكم أن تظلوا معي لكي نشرح هذا دعونا نعود إلى كلام بولوس لكن لنعود إلى جيل يشوع كان يتحدث عن أن موسى أخرجهم من مصر لننتقل إلى يشوع هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيفير؟ أدخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموعة برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زر cloudlibrary.org عندما عبروا الأردن أول مدينة هاجموها كانت أريحة صحيح؟ كانت أريحة كبيرة جدا كانت المدينة التي رجع منها الجواسيس يقولون مستحيل حين رأوها قالوا مستحيل إنهم عمالقة ونحن كالجراد إنها ضخمة ومحصنة ورغم ذلك ذهبوا ودمروا تلك المدينة حرفيا ولم يقتل ولم يجرح ولا واحد من إسرائيل ودمروها تدميرا كاملا أتفهمون؟ لكن اسمعوا هذا قبل أن يدخلوا أريحة قال الله لهم هذه الكلمات اسمعوا هذا قال الله لبني إسرائيل دمروا المدينة وكل ما فيها تقدمة لله لا تقتربوا من الأشياء المعدة للتدمير وأما كل الفضة والذهب والأدوات البرونزية والحديد فهي مقدسة لله وينبغي أن توضع في خزنة الله أمر الله بهذا أريحة لي إنها بكورة كل شيء له قيمة يدخل إلى خزنة الله صحيح؟ والآن دمر إسرائيل أريحة لم يجرح أي واحد منهم المدينة التالية دخلوا مدينة تدعى عاي حسنا والآن قبل أن يدخل عاي نجد تعليقا داخليا صغيرا مكتوب في يشوع سبعة ولكن بني إسرائيل لم يطيع الوصية المتعلقة بما ينبغي إطلافه فقد أخذ عاخان بعض الأشياء مما كان ينبغي إطلافها فغضب الله على بني إسرائيل لحظتم أنه لم يقل عاخان لم يطع الوصية بل قال بني إسرائيل والله غاضب على إسرائيل وليس على عاخان فقط لأنهم جسد واحد أعني إن ضربتك قبضتي لن تغضب من قبضتي بل ستقول أنا غاضب منك صحيح؟ ستغضب مني أنا صحيح؟ صحيح؟ نحن جسد تذكروا نحن أعضاء كثيرون في جسد المسيح الواحد مثلا حين تذهبنا للجلسة سبايا بنات حين تأخذنا مساج رأس الجسم كله يستمتع صحيح؟ صحيح؟ إن جرحت إصبعك جسمك كله يتضايق إن أصبت بنزلة برد يتعب الجسم كله لذلك لم يقل الله رجل يضع عاخان بل قال بني إسرائيل حسنا والآن ذهبوا إلى عاي وقالوا إنها صغيرة لنرسل ثلاثة ألاف محارب هذا موجود في يشوع سبعة ثلاثة وأربعة أرسلوا ثلاثة ألاف فقط لأنها مدينة سهلة لكن في الأعداد أربعة وخمسة ولكنهم أجبروا على التراجع وقاتل رجال عاي نحو ستة وثلاثين رجلا منهم ولحقوا بهم من أمام البوابة إلى مكاسر الحجارة وقتلوهم ما رأيكم؟ مدينة صغيرة تهزم إسرائيل حارب ستمائة ألف أريحة ولم يقتل أحد ولم يجرح أحد ثم في المدينة الصغيرة هزم ثلاثة ألاف وقتل ستة وثلاثون ستة وثلاثون زوجة لم يعد زوجها من الحرب وأيضا ستة وثلاثون أبا وأما لم يعد ابنهم من الحرب ستة وثلاثون جنازة أتفهمون؟ أترون هذا؟ فسرخ شعب إسرائيل وخر يشوع وقال القادة يا رب تخليت عنا كان الشعور الطبيعي أنا غاضب من الله هل رأيتم غاضبين منه؟ لا تغضب تعلموا هذا لا تغضبوا من الله أبدا إن حدثت مشكلة فالله ليس السبب المشكلة ليست في الله هتفهمون؟ خروا جميعا على وجوههم تخليت عنا يا رب كان من المفترض أن نظل في الصحراء بدأوا يجنون فقال الله ليشوع انهض لماذا أنت منبطح على وجهك؟ قد أخطأ إسرائيل لم يقل قد أخطأ عخان بل قال قد أخطأ إسرائيل لأنه مجسد واحد أترون هذا؟ فقاموا بعملية إزالة للشر أعلن الله عن الرجل واسمع ما قاله عخان حين كشف نعم فأنا من أخطأ إلى الله إله إسرائيل رأيت وسط الغنائم ثوبا بابليا ومئتي مثقال من الفضة وسبيكة ذهب تزن خمسين مثقالا فاشتهيتها فأخذتها عصى عخان الله عن قصد لقد أخطأ عن قصد دخل إسرائيل تحت تأثير الكريبتونايت كانوا محصنين في أريحة وسحقوا في بلد صغيرة بسبب الكريبتونايت الروحي والمذهل في الأمر أنه ليس رجل يدعى خان فقط هو من عان من العواقب بل الأمة كلها والآن نعود إلى بولوس انظروا لما يقوله في كورينثوس الأولى 11 يقول لأنكم حين تأكلون يسارع بعضكم إلى تناول عشائه الذي أحضره لنفسه فيجوع واحد ويسكر آخر يقول المفسرون هنا أن الأغنياء كانوا يصلون مبكرا وكانوا يأكلون كل الطعام وتركون الفتاة للفقراء تذكروا أنها كانت وجبة وليست مراسم إذن الخطية هي أنهم فعلوا ما قال الله لهم أن لا يفعلوا حسنا مثل السكر والشراهة والطمع أترون هذا؟ لنعود إلى بولوس لاحظوا أنه يقول بعضكم ترون هذا؟ استمروا في القراءة لننزل فمن يأكل الخبز ويشرب الكأس دون أن يهتم بأولئك الذين هم جسد الرب؟ هل تفهمون ما يقصده من قوله جسد الرب؟ حين يقول جسد الرب لا يتحدث عن الخبز هنا بل يقصد الجسد إسرائيل أتفهمون؟ فإنه يأكل ويشرب دينونة عليه لذلك بعضكم لذلك بينكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون ماتوا والآن دعوني أقرأ لكم من تفسير محترم اسمه تفسير دعامة العهد الجديد لا يجب أن يفترض الناس أن المرضى أو الذين يموتون قد أذنبوا وارتكبوا خطية لكن مثل معظم أوبئة القضاء الإلهي في العهد القديم يمكن أن يقع الوباء بشكل عشوائي على المجتمع ككل أترون هذا؟ حسناً هل تساءلتم من قبل؟ لماذا لدينا أمهات عازبات لا يستطعن تغطية نفقاتهن؟ لماذا يموت الناس كثيراً في كنائسنا قبل الوقت؟ لماذا يوجد أناس لا يشفون؟ مكتوب وضع الناس في الطرق وكانوا يبرؤون لنكن صادقين أتعرفون ماذا؟ اقتربت من عمر الستين وقد سئمت جداً من عدم مواجهة الحقيقة أحب الناس كثيراً وأريد أن أرى الناس أحراراً أريد أن أرى كنائسنا تؤثر في المدن وأنا أسأل أسئلة الآن سألناها كلنا لكننا خفنا أن نعلنها لكنني لن أفعل هذا بعد الآن وأصلي أن تتمكنوا من سماع روح الكلام الذي أقوله لكم وأن تفهموا أننا نبحث عن حلول ولا نوجه أصابع الاتهام لأحد حسناً نحن نريد حلولاً لأننا لا نريد أن نرى الكريبتونايت في الكنيسة صحيح؟ هل يمكن أن يكون الوضع هو أن خطية البعض تؤثر على حياة آخرين كثيرين اليوم في جسد المسيح؟ هناك موقف آخر يتحدث عنه بولوسو مع نفس الكنيسة هناك رجل يعيش في خطية معلنة يتجع مع زوجتي أبيه أمه الثانية حسناً وهو يقول أنا مسيحي أنا أنتمي إلى يسوع وكان بولوسو من المسؤولين عن تلك الكنيسة وأريد أن أقرأ لكم أربع آيات مختلفة وردت في ثلاثة عشر عدداً في كورث السلولة خمسة قال بولوسو كان عليكم أن تطردوا هذا سلموا هذا الرجل للشيطان وها هي آية أخرى فتخلصوا من الخميرة القديمة بطرد ذلك الرجل وقال أيضاً أخرجوا الشرير من بينكم في أربع آيات من ثلاثة عشر عدداً يقولوا أخرجوه لأنه يعيش في خطية مقصودة يعرف أنها خطية لكنه ما زال يقول أنا مؤمن يقول بولوسو انتظروا لحظة لا تأكلوا مع مثل هؤلاء أخرجوه من بينكم ولا تأكلوا معهم حتى لكن ماذا عن الخطى؟ إنهم في العالم يقولوا كلوا معهم يجب أن ندخل بيوتهم ونأكل معهم طعام الغذاء نلعب معهم كرة السلة ونكرز لهم ببشارة الملكوت يتحدث بولوسو عن شخص يقول أنا مؤمن ورغم ذلك يعصى الله بشكل مقصود عمداً شبه بولوسو هذا بالخميرة ما هي الخميرة؟ تضعها في الدقيق فتنتشر في كل العجين وترفعه يقول بولوس إنه إن سمحتم بهذا الكريبتونايت هذه الخطية المتعمدة الممارسة علناً سوف تنتشر في الجماعة حسناً ترون الآن أن كثيرين يحصدون ثمرة أفعال البعض لأن الكريبتونايت يؤثر على الجماعة كلها الآن أنا أعرف أن هناك البعض يفكرون قائلين تقصد أن حياتي ستتأثر بما يفعله الآخرون حسناً دعونا ننظر إلى أيام سليمان المكتوب عنها لم يكن هناك فقير واحد فيها كل واحد كان يملك بيتاً وحديقة لم يكنوا يستأجرون حسناً كان كل شيء متوفراً والناس أصحاء هذه أيام سليمان ماذا عن أيام إليا؟ كان إليا تقياً أيضاً مثله مثل أطقياء الذين كانوا أيام سليمان لكنه كان يأكل من أفواه الغربان وكان يشرب من نهر لماذا؟ ليس بسبب خطيته بل بسبب أخآب بسبب إسرائيل حسناً بسبب عبادتهم للأصنام وخطيتهم العلنية لم يعيش إليا الحياة المريحة التي عاشها الناس أيام سليمان دعونا لنفكر في الأمر هكذا لنكن إيجابيين لنكن نحن التغيير أتعرفون أنا لماذا فتحت هذا الموضوع؟ انظروا هل قابلتم من قبل؟ وأتمنى أن تفهموا قصدي من هذا الكلام هل قابلتم فتاة؟ طائشة جداً تطلق العنان لشهواتها طائشة ثم تتزوجت ثم تنجيب طفلاً وفجأة تصبح غير طائشة لماذا؟ لأنها أدركت أنها مسؤولة عن هذا الطفل الآن وعن زوج لا يمكنني أن أكون طائشة سأؤثر على زوجي وعلى طفلي لماذا لا نتصرف هكذا في الكنيسة؟ لماذا لا يكون فكرنا أكبر قليلاً فيما يخص جسد المسيح؟ ونقول لأنفسنا هل ستؤثر خطيتي العلنية على باقي الكنيسة؟ لماذا لا نكون نحن التغيير؟ أتفهمون ما أقصده؟ أتعرفون عندما كنت أكتب هذا لدي صديق كان في السيل البحرية لمدة عشرين عاماً وكان مدرباً فيها وأنا أعرف أن أعضاء السيل ملتزمون جداً ومتحدون اتصلت به وسألته كيف يمكنك أن تجعل فصيلة عسكرية من 18 جنديد؟ متحدة كما نرى في السيل أتعرفون ما أول شيء قاله؟ قال آخر شيء يفكر فيه عضو فصيلة سيل هو نفسه قلت ماذا؟ قال إنه يفكر في السبعة عشر الآخرين قال إن فكرت في الأمر إن كنت تحمي نفسك فهناك شخص واحد يحميك لكن هناك سبعة عشر يحمونك ثم بدأ يكلمني عن الرب قال إن أصبحت الكنيسة هكذا؟ إن توقفنا عن محاولة حماية أنفسنا وبدأنا نفكر في تأثير تصرفاتنا على غيرنا من الناس الذين في مجتمعنا وعلى جسد المسيح من حولنا لنكن نحن التغيير صحيح؟ دعونا نقضي على الكريبتونايت الروحي نعم ربما أنت لست متأثرا بشكل مباشر بخطيتك المعلنة لكن هل تفهم؟ أننا جسد إن أخطأت يدي في شيء يحصد جسدي كله عواقب ذلك إن سرقت يدي سيذهب جسدي كله للسجن لن يقولوا سوف نأخذ يدك ونضعها في السجن وأنت اذهب أنت لم تفعل شيئا نحن جسد واحد نحن جسد المسيح هو الرأس هو الرأس ونحن جسده هذا حقيقي لكنني أعرف أن هذا عبء ثقيل جدا لكن أنا أؤمن أن الروح القدسة يريدنا أن ننمو ولا نكون مثل تلك الفتاة الطائشة بل نكون كالأم التي تتحمل مسؤولية أسرتها أفهمتم؟ سنكمل هذا في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة